تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي تجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة RM4arab في تويتر ويوتيوب ورابط ريال مدريد الرسمية في العراق على الفيسبوك حلقة اليوم بعد فوز ريال مدريد على إيبار الفوز اللي خلينا نحكي مهم جدا لاسباب عديدة أولا بيجي بعد تعثر برشلونة يوم أمس مع فالانسيا وبالتالي ريال مدريد بده يبعد أكثر عن برشلونة قبل ما يستيقظ الخاصن أيضا خلى ريال مدريد بصدارة حتى لو مؤقتة ومن أهمية الصدارة المؤقتة أنها بتضع ضغط كبير على خصمك على أتلاتيكو مدريدي لأن أتلاتيكو أصبح كأنه مطالب يستعيد صدارته ما عادت عنده نفس الأريحية المعنوية اللي كان عبيلعب فيها فترة طويلة هذا الموسم فصار فيه ضغط على أتلاتيكو وبنفس الوقت فيه ثقة أكثر في ريال مدريد ولو الصدارة مؤقتة اللقاء اليوم كان مع إيبار الفريق اللي بآخر خمس مباريات ما كان خسران متعادل أربعة فايز مباراة مع الظروف اللي حكيتها قبل ذلك هذا الشي خلى زيدان يبدأ بتشكيلة أساسية تشكيلة هو بيعتمد عليها لما يكونوا جاهزين في معظم مباراة المهمة إلا إذا طبعا هازارد كان موجود باختصار لقاء كان لازم يكون كثير سهل على ريال مدريد بعد الأداء اللي قدموا في النصف ساعة الأولى ولو حتى في الساعة الأولى ريال مدريد سجل ربع الفرص اللي إجت له كانت المباراة خلصت وبسهولة وما احتاج لتدخل سيرجي راموس البطولي في الدقيقة الأخيرة اللي خلى المباراة لريال مدريد ثم جاء هدف فاسكس اللي حسمها الفرص اللي ضاعت اليوم كثيرة جميل أنه ريال مدريد صنحها ومقلق أنه ضيحها يعني هي خلين سميها أبيض وأسود بنفس الوقت ريال مدريد اليوم صنع ربما أكبر حدث ممكن من الفرص هذا الموسم كله مستفيد من أنه إيبار لعب بكرة مفتوحة وأيضا مستفيد إنه تقريبا مودرج كروز رودريغو بنزيمة وفاسكس الخمسة اللي في الأمام كانوا في يومهم هذا الشي كتير ساعدوا وأول خمس دقائق بتخليك تحكي عرفنا شو سلاح إيبار في اللقاء اليوم الفريق نزل حيوية حركية عارف إنه هذا الشي اللي بيقدر يخليه يواجه ريال مدريد لأنه كان جودة كقيمة تكتيكية قيمة فنية ريال مدريد بعيد لكن بعد خمس دقائق كل واحد من رودريغو بيخلي بنزيمة أمام مرمى والهدف الأول بعد هالمباراة صارت فيها فريق واحد فقط ريال مدريد بكرر الأداء اللي شفناها مع حتلتكم مدريد سرعة انتشار مش طبيعية كرة جميلة جدا الفريق عم بيقدر يخير اتجاه اللعب من يمين ليسار من يسار ليمين عم بيقاتل على كل كرة ويعني كأنها مباراة من طرف واحد صارت وجاء الهدف الثاني عبر مودرج ولما ريال مدريد يقدم هيك اللقاء خلص ومباراة صارت سهلة جدا شفنا كريم بنزيمة عم بيقدم أداء رائع بعيدا عن الهدف بعيدا عن الصناعات بعيدا عن كل هذا الشي عم بيقدم أداء رائع في الحركة في القتالية في السرعة اليوم في الارتداد اللعب عم بيقدمه بشيء ممتاز جدا بربط الخطوط أيضا مباراة مثالية جدا من كريم بنزيمة أيضا كانت اليوم مثل فترته يعني صورة نتعول عليه بيولو شهرين بيكون مثالي هي المشكلة بس بالإصابات وتدابده ببعض الأحيان وأيضا شفنا شوت أول فيه بمودريتش كان شيء من الخيال بيخليك تشوق في عمره بيخليك تقول وتشوف أهم شيء في مودريتش بعيدا عن تمريرته اللعب قرية ولا قدرته بالصعود وأنه بيراغب بأذيق المساحات لا فيش مهم جدا في مودريتش دائما لازم ننتبه له لما يلعب كويس الكل بيلعب كويس مودريتش ميزته أنه بيلعب الجميع عشان هيك لما ينزل مودريتش بتحس الكل بينزل معه ولما يكون موجود الكل بيكون موجود معه كان شوط بيعكس أداء مودريتش من بعد جائحة كورونا كيف ترجع بدنيا بشكل رهيب جدا يؤخذ لللاعب يؤخذ للناس اللي قعدوا هذه العودة المثالية ولكن لأنه ريال مدريد وظيفته يحقق أمنيات جماهيره دائما وأيحدة بالسوشيال ميديا بيعرف أنه جمهور ريال مدريد بيخاف من بريات الصغيرة ولأنه قالهم لا شو أنا أريح أعصابكم بدري لا والله خطأ هدف ثم حالة سهو ارتباط للمبررة وكان إيبار يسجل التعادل بيخمس أو عشر دقائق لعنه ريال مدريد قدر يرجع للقاء قدر يضبط للأمور شوط أول كان في الإمكان ريال مدريد تفز فيه خمس واحد أو أربعة واحد أضع فرص واحد منهم أمام مرمى خالي أضع هجمات كانت من لمسة وتكون هدف هذا التسرع هذا عدم الفعالية خلى الشوط الثاني أصاد إيبار من أهم أسلحته الضغط العالي فرق جيد جدا في الدور الإسباني طوال الموسم بالضغط العالي ونكز عن نقطة ضعف اللي هي كاسيميرو بشكل واضح وفاران بدرجة ثانية لما تكون معهم الكرة لازم نضغطهم هدول الناس حيطلعوا الكرة غلط حنستعيد كرتنا في الشوط الثاني زيدا نتعامل مع هذا الموضوع بذكاء أكثر عزل كاسيميرو بشكل واضح في مسألة الصعود بالكرة فبطرنا نشوفه يكون تحت الضغط الكروس سيرجع لورق أكثر لمستوى أنه يروح أقرب لمكان مندي ومندي يقدم للأمام فيكون مساعد وأيضا مودرج صار كأنه الضل تبع كاسيميرو وأنا حظن يقريب منك حظن يحاول أحميك عشان لو ذاكت أعطيني الكرة لكن رغم أنه قلت الأخطاء اللي تخلي إيبار خطير بل هو إيبار قادر يظهر بمنظر النيدلر يا مدريد لأنه عم بقدم تضحي بدنية رهيب جدا ريال مدريد غير معني بأنه يدخل معالي هاي الدرجة من التضحية لا سبب أنه أصلا مرهق نتيجة كتافة المباراة السابقة وأيضا ضيل له مباراة وبعدين تجي فترة الأسبوع اللي بيستعيد فيها الفريق بدنيا بس خير نحكي علامات الإرهاق ظهرت على ريال مدريد في شوق الثاني بشكل واضح وفي امتصار اليوم لازيدان لازم أوقف معاه هو الانتصار الذهني من أول الموسم وأنا ألوم ريال مدريد وأعتقد كلكم بتلوموا ريال مدريد على أنه في المباراة السهلة يا أخي ما بيجيش مركز ما بيجي مستعد يلعب اليوم لا يجي المركز لعب مباراة كبيرة قدم مباراة جميلة جدا اليوم معاناة المدريد كانت سببها حفوات أفراد فهذا بالنسبة إلي أنا انتصار زيدان اليوم أنه قدري رجع حديث الذهني رجعي يسيطر على الفريق الذهنيا مش بس فنيا زي ما حكيت اليوم معاناة أفراد لو ترجع تشوف غلطة مندي راموس كاسميرو فاسكس قرار فردي وقرار فردي ما كنت بضطر عليه تغلط فيه اللاعبين كلهم دائما عنده خيار آخر يعني المدرب موفر لك الخيار الآخر اللاعب راح أخذ القرار الغلط معاناة فردية بلحظات هي اللي خلت أيبار يبدو خطير يبدو أقرب للتعادل من أنه يخسر أول عشر دقيقة في شوت ثاني زي ما شفنا كان فيها رايح جاي وفيها يعني نوع من لدية لعنما ريال مدريد في دقيقة 65 أخذ تغيير استراتيجي مهم ريال شعر أنه انجر لمعركة أني أنا بدي أرتد لما أيبار يضغط وأحاول أجيب مرتدات ما زبطت معه فغير السلوب وأحاول يمسك كرة أكتر لأنه مدريد حاول يستعيد زمام الأمور على السيطرة على الكرة كروس كان واضح أنه بده هذا الشي لعاية الوسط واضح بده هذا الشي بعض الحين كان راموس روما ما يبادل نروح لعب كرة طويلة لكن لا المفروض كانت الكرة تضل معهم وهذا اللي حاوله الزيدان هذا اللي ينزل عشانه أسنسيو بدل رودريغو وهذا اللي ينزل فيه فالفيردي بدل مودريتش عشان عندك تملك كرة بدك سرعة ارتداد دفاعي أسرع لما تفقدها فهذا كان التفكير الواضح عند الفريق امتلك كرة احبط خصمك مشي الوقت ودير حال دقائق الأخيرة فيها معاناة بأقل التكاليف ولازم نلتفت لا لعبين قدموا مباراة عظيمة غير اللي حكيناهم مودريتش وبنزيمة من التفت لتوني كروس اللي قدم مباراة مثالية جدا دفاعيا كان موجود دائما هجوميا موجود دائما تغيير الرتم تغيير تجاه اللعب هو كروس اللي موجود حتى بالصعود دائما كروس كان موجود هو اللي كان دائما واثق وهادي وقالر يمشي الأمور بشكل صحيح بالمقابل رودريغو كشاب بصغير لما رأى على الجهة اليسار يوم يشوفنا عم يتحرك بشكل ممتاز جدا ما بينما يكون في جناح وبعدين يدخل بالعمر قراراته بالتمرير عجبتني جدا هجومه على المساحات كان ذاكري الغايب من اللي كنا نشوفه منه باليمين طبعا يضاف له دائما ان هو مستعد يضحي حتى في العودة للخل فهذا الأداء اللي قدمه رودريغو اليوم تخليك تقول ربما بيستاهل فرصة أكثر على الجهة اليسرى ربما يكون هداك مكانه الأفضل مش اليمين وكثير أجرحة كرت القدم معرفناهم بلشوا يمين راحوا يسار راحوا يسار رجعوا يمين تريقوا حالهم بجهة من الجهات الريال يبدو عادل السيطرة ظهرت علامات الإرهاق في شكل واضح في شوط ثاني هذا ما فيش لا ينقاج وظهرت شيء مقلق انه بين الشوطين كان في كلام عن إصابة بنزيمة لكنه قدر يكمل اللقاء فأنا أعتقد الآن التحدي أمام زيدان بعد ما نجح في تحدي التوتر السابق تعال النتائج ثم سيطر على الفريق ذهنيا وفنيا ثم استعاد مستوى معظم لاعبي وظلت تحدي الأهم مسألة الثلاثة أربع بدلاء اللي بدك يوم خلال المباريات وخلال الموسم الآن بنزيمة مين بديله إذا انصاب مين بلعب مداله لازم هذا الشي يتجهز فعلا بشكل واضح لأنه بدون بنزيمة إذا بلعب شخص آخر ما عندك واحد بلعب أدوار بنزيمة فبدو يتغير شكل المنظومة الهجومية عشان تعيش ما بتزبط تلعب بنفس المنظومة بلعب غير بنزيمة بنزيمة هو جزء أساسي بالأفكار الهجومية المدريدية الحالية فلما بدي يطلع بدي يجي فكرة جديدة معها فهذا ش بده شغل لزيدان هذا التحدي الوحيد في منافسة يبدو نحطول شوي مع عطلاتكم مدريد على اللقب باختصار رقاء تكتيكيا كان مقنع لريال مدريد نعم مع أنا لأنه أمام فريق مستعد ضحي بجنون أمامه أيضا ذهنيا باستثناء عشر دقائق سهو بعد الهدف كان ريا مدريد أيضا مقنع حفوات فردية بتصير في كرة القدم نتيجة الأرهاق اللي هو الآن ضيل له مباراة يا مدريد بعدين بيتخل شوية نفس معها وأيضا بعدها بيجر الفريق يرجع الفريق ممكن يستعيد مصابي اللي كثير أثرت عليه خصوصا عودتها زارة هتفرق كثير بخيارات زيدان الهجومية وما غير ذلك تبدو الأمور في هدوء تحت السيطرة ونشوف لبرع هذا الموسم نوصل لنهاية حلقتنا سيفي مدريد اللي كنت فيها أنا محمد عواد معكم موجود فيسبوك تويتر انستغرام مو دارولي جدا تشتركوا على قناة سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى